اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقرأوا الفيديو على علاقات لا تتقاق لكي اشترككم والتعليق لا يتلغس لكي اقول لكم قرأوا الفيديو لان الفيديو لا تتقاق لاشترككم والتعليق لا تتقاقوا على القناة وبالنسبة لقنوات المخصوطين لساعدنا خاصهم يجاوبوا لديهم يضعوا لكم كتابة وخرجوا لجميع السلام عليكم المخصوطين ونصف عليكم الناس لطلبين طريقة تحضير كوكيز بمقادر بسطاء طريقة سهلة للمقادر كالتالي لدينا 250 جرام سفداء خاصة بالترق لدينا استعملت بولا يمكننا استعملوا بطيسور او اطلس او البداء او مماطي او زكية هذو كلهم سفداء خاصة بالترق يعني لكي نورقوا العجنة كما قلنا لدينا 250 جرام سفداء دائما سفداء ودائما تزداء الترق لانها نشفة يعني 200 جرام 250 جرام لدينا 250 جرام سكر بودر ثم لدينا جج معاق مربع بيض وخمار وخمار لدينا لدينا خطاء سكولة لدينا نعمل الفواقه المؤسسة بالنسبة ل الدقيق سنستعمل 400 جرام الدقيق ولكن من المؤسسة لدينا 400 جرام كلها 300 جرام و100 جرام الدقيق الدرا لدينا لدينا ممكن نستعمل الدقيق جيدا تنخلطهم في الديناء ثم نضيفوا بيضاء ثم نضيفوا المربى ونخلطهم بعد نضيفوا الطقيف طريقة سهلة ونقوموا معي. نبدأ على مرة أخرى هذه الكوكيزة رتيجرة يعيدا مقادر سطاء كما قلنا 255 جرام ونقوموا بيضاء الضباء خاصة بالطرق. لدينا الضباء في المكلاب السمع ولكن سوف نضيفوا بيضاء الضباء لأن الضباء تكون من الدماء يعني أطلقها ماشي بحلاء. هذه الضباء تكون كما تشاهدونها لتجينها أشحاء رأيية لتطلع الكبان وهي لتطلع الوصفة ثم نضيفوا المربى فيما قلنا يجب أن نعرق ثم نضيفوا بيضاء ونخلطوا المكاديم جيدا. نضيفوا إلى واحد كريمة. عاد نضيفوا تدريجيا. ما زال سوف نضيفوا العزينة في قصة العمل لكي نضيفها. ثم نضيفوا خمارة. طريقة سهلة جدا. هل العزينة الصابلي. هذه هي العزينة الصابلي المعتمدة عندي. ولكن هذا المكاديم جيدا. نضيفوا 500 جرام ديال الفورس. كما قلنا 300 جرام ديال الفورس مع 100 جرام ديال التقيق ديال البترة. إذن نجمع 400 جرام. نضيفوا العزينة ديالنا مزيان. إذا علينا الآلة. نستعمل الآلة. ولكن قبل أن نضيفوا العزينة في الآلة. خاصة نخلط الجدائية اللولة. والسقر رصي. وبيضاء. والخميرة. والمرباء. ونضيفوا المقادير في الآلة. نضيفوا العزينة ديالنا مزيان. الآن نضيفوا العزينة ديالنا في قصة العمل. كما تتشوفوا. الآلة. أعب妳 بمجنش. كما ترى العجينة. ربق حما تتشوفها. عيشان جدا. نضيفو العزينة ديالنا. ولكن بس لنسبة لأخبروا للذين. طروري الصبر ديالنا. عجنها مزيان. فقط الاستطيع المقادير. انسجن بعض الآلة. التى ستكتلك الكل كدرة. تيجي رائع. نشأل شديد أكتب نعجل عزينة جيدة نتصل على واحدة عزينة لدينا نبقى معي أنتم لا تحلوانات العزينة في الصبغة بما قلنا لا تتسق لدينا بقصة العمال في الوقت نتحكوه بالعزينة العزينة هي موجودة الآن سوف نقضي الان سوف نصعد كما قلنا الصبغة أو أو نقضي صبغت الان سوف نستعمل لان سوف نستعمل فوقير مجرسلة ثم نضع الصبغة يدخل في العزينة ونصف في يدي التقيق حيث العزينة لا تكون ثقص في الينة ثم نضع بقصة العمل ونصف في يدي التقيق ونصف في العزينة ونصف في العزينة كلها العزينة اي موجودة كما ترون نضيفها ترتاح 110$ ونصف في العمل ثم نصلحها ونقوم معي بعد أن ارتاح العزينة 1.3$ ولنقضم القزر أشياء الزيت لكي يمثلون بأينا لكي يجب أن يكون سهلا ثم نضيفون هذا الشكل تعجينا رمات الصف ما هو كما قلنا في حالات لدينا الفواكه المؤسسة ثم نضيفونها كما هم يمكننا أن نصغروا حاجة أو نكبرهم بالأحسن نضيفون التوصفين يمكننا أن نضيفون بالطريقة هذه يمكننا أن نضيفون بعض الأجلي في الدينة لا نضيفون الزيت في الدينة الزيت عقلي أو الزيت إذا أردنا أن نضيفون الزيت لأننا نضيفون في العجينة لا نضيفون لأننا نضيفون جيدا ثم نضيفون ثم نضيفون الحرارة 150-160 ثم نضيفون ثم نضيفون ثم نضيفون ثم نضيفون الحرارة ثم نضيفون كم نضيفون ثم نضيفون طريقة سهلة ثم نضيفون ثم نضيفون الزيت سوف يتساد الحجم سوف تقوم معي المسبة المبتدين الأحسن لا يستعمل الزيت في الدهوم هذه العجنة نأخذها جيدا يعني لا تقصص هناك حراب تقصص يريد أن نغيب قليلا سوف تقصص كبرت الحجم 400 جرام أعطتنا البركة وكوكيز يغضر يكون أصفر اللون تقصص نحن نضيف تقصص من الأفرق لا تقصص يجب أن نضيف تقصص 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 يجب أن ت perform لا تقصص هيا ونقصص قطيع تقصص استعمل واحدة يمكننا نفعل هذه العملية ونضيفه الشكلة في العزينة ونجعلها تلخر ونزينه بطريقة هذه قطع صغيرة ونضغطوها في العزينة يعني نقشيها في الحبات كما تشفوه لكي يعطينا مضرق مليانا نخرجه من الفرط يبقى الشكلة بين من الفرق كما قلنا يمكننا أن نضيف الشكلة في العزينة فإن يبدأ نشكل الكوكيز لنا عادنا عمله الشكلة من الفرق الآن سألت تشكيل الفرن يوجد 150-160 يمكننا أن يرتاح مدة أطول تقريباً 60 دقيقة أو ساعتين لا يوجد مشكلة لأنه سيقصر بالخميرة ولا التحج ما يوقع للتحجي لنا مدة أطول كما قلنا الفرن ينخص يكون ضروري 150-160 لكي تصبح نتيجة إيجابية يمكننا أن نتجة أخرى لأن هذا كوكيز هذا راتيجي رائع جداً يمكننا أن نتجة أطول تقريباً يمكننا أن نتجة أطول تقريباً وخصوص حول اليوم أجل قريباً يمكننا أن نتجة أطول تصبح وخصوص حول اليوم لنسبق الوقت يمكننا أن نتجة أطول نسبة كوكيزثينا كوكيزثينا يمكننا أن نتجة أطول كوكيزثينا نحن نخلقه برد جيداً. نحن نخلقه برد جيداً. كما ترونه برد جيداً. كما ترونه كوكيز جرائع جداً. مقادر الاستثانة للتكلفة. كلها لا تتعدى. دائماً. نحن نخدمه بزبدا مارغاني. يعني زبدا خاصة بطرق. نأخذه برد. لأنها أحسن زبدا. و أرخص زبدا. لأن هذه نصف كيلو. 250 جرام قسمتها. حضرت منها كوكيز. و أخذت 250 جرام أخرى. نحضر منها أصفا أخرى. كما قلنا دائماً نخدمه. نصف كيلو تتعمل. 9 جرام كيلو. 18 جرام. إذا قسمنا على جوز. نصف كيلو قسمه على جوز. يعني 450 جرام. لكن لا يوجد في حال مماطي. و لا يوجد في حال مماطي. و لا يوجد في حال مماطي. يغليها من الأحسن. نخدمه نصف كيلو. أو 10 جرام. بعض المرات تتبعه 10 جرام. وبعض المرات تتبعه 9 جرام. و نقسمه على جوز. يجب أن ترسل. يجب أن ترسل رائع جداً. و نقوم بحال مماطي أن يبرد. يجب أن ترسل. يجب أن ترسل. و يجب أن ترسل. و يجب أن ترسل. في الأخر كما قلنا من الأحسن لعاجنا من ديرش فيه شوكولات إلا ما بغناش تتنسكله عاد ندير الشوكولات من الفوق كما وردتكم في الفيديو بالأخر أنتما احصلنا على كيميا وفيرة كما قلنا بوصف كلها لا تتعدى عشرة الدراب أحصلنا على كيميا وفيرة ولكن ركوكيس في واحد المضاق رائع وبالأخص عملنا في الدقيقة الدراب نتمنى إن شاء الله يسكم في الفيديو هذا